لقاح للوقاية من كورونا بحلول الخامس عشر من فبراير شباط المقبل رد جونسون على الانتقادات الحادة لأداء حكومته باتهام زعيم المعارضة كير ستارمر بالمراوغة السياسية وذلك من خلال ربط نفسه ببرنامج اللقاح لأنه يسير على ما يرام بحسب تعبيره 6.9 ملايين شخص في بلدنا تلقوا اللقاح نحن في طريقنا لتغطية الفئات الأكثر ضعفا بحلول الخامس عشر من فبراير وآمل أن نكون جاهزين في الأسابيع القليلة المقبلة لتقديم مزيد من التفاصيل حول كيفية الخروج من الإغلاق زعيم حزب العمال كير ستارمر انتقد إشارة جونسون إلى أنه ليس الوقت المناسب للإجابة على السؤال لماذا معدل الوفيات في المملكة المتحدة مرتفعة جدا ستارمر قال إنه إذا لم يسأل جونسون عن سبب ارتفاع حصيرة القتلى فلا يتعلم الدروس وأكد أن رئيس الحكومة كان بصيئا في التعامل مع كل مراحل الوباء الحقيقة هي أن رئيس الوزراء كان بطيئا في الإغلاق الأول في مارس الماضي وكان بطيئا مجددا في توفير معدات الحماية للخطوط الأمامية وفي حماية دور رعاية المسنين وفي برنامج الاختبارات وبطيئا في الإغلاق الثاني في الخريف وبطيئا في تغيير قواعد الاختلاط أثناء عياد الميلاد وبطيئا مرة أخرى في هذا الإغلاق الثالث ارتفعت نسبة الأشغال في وحدات العناية المركزة في مناطق إسبانيا إلى أكثر من 100% خلال الشهر الماضي بسبب فيروس كوفيد-19 وبحسب بيانات وصل عدد المرضى في الغرف إلى 4500 مريض بعد أن سجلت 2000 مريض قبل نحو شهر وحذر مختصون من انهيار الخدمة تزامنا مع التجاوز أقاليم البلاد نسبة 25% من الأشغال وهي النسبة التي حددتها وزارة الصحة بوصفها وضعا شديد الخطورة وكانت إسبانيا قد سجلت أمس قرابة 600 وفاة كأعلى معدل للوفيات في الموجة الثالثة من بلباو في إسبانيا ينضم إلينا مرسلنا معاذ حامد ومعنا أيضا من لندن مرسلنا صابر أيوب سنبدأ معك صابر من لندن إذن بريطانيا تتخذ إجراءات أكثر صرامة ضعنا في جديد هذه الإجراءات صابر هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك انتقادات لأداء الحكومة البريطانية ولإدارتها لأزمة كورونا فبريطانيا تخطت حاجز أو هي الدولة الخامسة التي تتخطى حاجز المائة ألف قتيل بفيروس كورونا ما هو مصدر هذه الانتقادات من قبل حزب العمال وزعيمه وكيف كان من الممكن أن تحسن الحكومة من إدارتها زعيم المعارضة أو زعيم حزب العمال في بريطانيا أو ما يسمى بحكومة الظل كير ستارمر انتقد بالفعل بوريس جونسون في عدة خطوات من بينها بطءه في اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من انتشار كورونا فايروس على عدة مراحل في المرحلة الأولى عندما وصلت الجائحة في مارس الماضي أو في شهر آذار الماضي إلى بريطانيا وبعدها في خطوات أخرى كان بطيئا بحسب زعيم المعارضة أيضا الإجراءات لم تكن واضحة في كثير من الحالات مما سمح للناس بالتجول في الشوارع لعدم وجود رؤية حقيقية واضحة كما يقول أو كما تقول المعارضة وما هو ما أدى إلى انتشار الوباء بهذه الصفة أو بهذا الشكل الذي جعل من بريطانيا خامس دولة في العالم من حيث الوفيات وأول دولة أوروبية وأيضا عدد الوفيات في الحقيقة تجاوز قتل المدنيين البريطانيين خلال الحرب العالمية الثانية هذا بالفعل رقم مفزع يقول زعيم المعارضة دولة كبريطانيا مقارنة بفرنسا وألمانيا نفس الاقتصادات تقريبا نص حجم السكان تقريبا لكن بريطانيا هي من دفع الثمن الوباء أكثر فأكثر رئيس الوزراء البريطاني يقول أن الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة لكن ما هي هذه المسؤولية التي تتحملها بريطانيا بالنسبة للوفيات أو الحكومة بالنسبة للوفيات هل هناك ما يترتب عليها ذمة مالية تجاه هؤلاء الذين فتك بهم الفيروس كل هذه الأسئلة لم تجب عليها الحكومة بعد فيما تركز على اللقاح اللقاح بالإضافة إلى المعطيات التي تأتي من اللجنة العلمية الاستشارية يقول بوريس جونسون هي التي تحدد خارطة الطريق المقبلة التي ربما ستتبلور في الثاني والعشرين من الشهر المقبل ومن الممكن عودة الحياة شبها ما إلى طبيعتها بعودة المدارس ليس قبل الثامن من مارس آذار المقبل بالإضافة إلى اتخاذ خطوات أخرى تبعا لنصائح اللجنة العلمية وأيضا استمرارية عملية التلقيح بهذه الوتيرة المتسارعة جدا في بريطانيا شكرا صابر معاذ إسبانيا تسجل أعلى نسبة وفيات بفيروس كورونا في الموجة الثالثة كيف تتعامل السلطات مع هذه الأرقام من ناحية الإجراءات وكيف تسير عملية التلقيح لديكم نعم في الحقيقة دعيني أبدأ في منتهيت إليه وهو موضوع التلقيح هناك مشكلة حقيقية لدى السلطات هنا في موضوع إمدادات اللقاح إلى مختلف المناطق في المرحلة الأولى هناك عدد من العاملين في المجال الصحي حصلوا على هذا اللقاح ولكن هناك مشكلة متعلقة بالجرعة الثانية التي كان يجب أن توفرها الشركة الأمريكية الألمانية ولكن حتى اللحظة لم تصل هذه الجرعة في المقابل حاليا هناك مجموعة من الإجراءات اتخذتها الحكومة من ضمنها منع التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص في غالبية الأقاليم إقليم فالانسيا على وجه التحديد الذي يعاني أسوأ موجة حاليا أكثر من 60% من الأسرة في المستشفيات في غرف العناية المكثفة تم إشغالها بمرضى كورونا فرض هذا الإقليم منع التجمع لأكثر من شخصين في جنوب البلاد في الحقيقة أيضا تم إغلاق المقاهي والمطاعم في الساعة التاسعة ومنع التجول الساعة العاشرة مساء أيضا منع التنقل من القرى إلى أخرى أو من مدينة إلى أخرى هناك حظر للتنقل إلا بمسبب واضح مثل الذهاب إلى العمل أو الذهاب إلى المدرسة حتى هذه اللحظة الحكومة المركزية ترفض فرض الإغلاق الشامل وهو ما تطالب به الأقاليم المحلية التي تقول أنها تريد فرض حظر شامل للسيطرة على عدد الإصابات لكن الحكومة المركزية تقول أن هذا القرار لن يتخذ حتى هذه اللحظة نحن في اتضار أسبوعين قادمين ستكون الإصابات بهم أعلى والوفيات أعلى كما تقول وزارة الصحة شكرا جزيلا لك مرسلنا معاذة حامد من بلبا وشكر موصول أيضا لمرسلنا صابر أيوب من لوند ترجمة نانسي قنقر